للقضية الأخيرة الاشتهرت أعلاميا بقضية الفيرمونت والناس كتير جدا جدا يعني امتبعها وامتبع تفاصيلها هيقول أنه آخر حاجة صدرت من النيابة العامة بأنه النيابة العامة أمرت بحبس المتهم أمير زايد أربعة أيام على زمة التحقيقات في وقاعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حال محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين الاتهام في وقاعة ممثلة للوقاعة سلفة الذكر هذا وقد اتخذت النيابة العامة إجراءات القبض على سائر المتهمين من خلال الانترفول وجاري استكمال التحقيقات هذا كان آخر بيان النيابة العامة وطبعا فيه ده كان يوم الخميسة اللفات أو الامبارح وطبعا فيه بعض الكلام الخارج من لبنان مثلا بأنه كان فيه مجموعة من المتهمين وبالترتيب تم تسلمهم والقبض عليهم